السلام عليكم لبنات كديري اللي بس عليكم تنتمنا تكونوا كاملين باخير وعلا خير اليوم ان شاء الله البنات غادي نحضروا اقتراحات اللي غادي يكونوا مالحين وحلوين من نفس العاجين غادي يكونوا واحد العاجل اللي قطني ناجح بمقادر اللي متوفرين في كل دار وغادي يكونوا حشوات اللي الساهلين بساط والأهم بأنهم بنات وغادي ينفعوكم ان شاء الله هذه الاختراحات لشهر رمضان كيفما غادي ينفعو البنات اللي تي ياخدو اللي كوموند ذاك كبش ينمعو في اللي كوموند نتعوهم غادي نعطيكم الاتمينة بالنسبة للبنات اللي تي بغوا يبيعو فإلى عجبكم اللي اقتراح نتعليوما وتبغوا المزيد منو معلكم غير تدعموني بلايك و بارتاج الفيديو بارتاجوا في جميع مواقع التواصل اللي يجي معينتاكم في الانستجرام في الواتساب في الميسانجر غادي نتوزو المقادر بالنسبة المقادر غادي نحتاجو الكيلو و 200 غرام تاع الطحين غادي نضاف عليه شوية نتع الملحة بالنسبة الملحة تتبقى على حسب الطوق ثلاثة نتوع المعالق نتوع السكر سنيده غادي يكونوا معالق كبار للبنات اربعا نتوع المعالق كبار نتوع الحليب ببودر او نيدو اربعا نتوع المعالق كبار نتوع نيدو غادي نحتاجو الكاس عمر نتع الزيت بالنسبة الكاس تاع العنبال بنات هو باش غادي يتعبرو غادي نحتاجو الكيس نتاع الخاميرات الحلويات من وزن 7 غرام وغادي نحتاجو الجوش تلي معالق كبار نتوع الاخل غادي نخلطو غادي نديرو واحد الحفيرة في الوسط تنحطو فيها دوك المنكونات تنضيفو الخميرة بالنسبة الخميرة الخميرة تاعت العجينة اللي بنت تتبقى على حسب الجو الى الجو سخون غادي تديرو واحد المعلقة ونصة كالجو بردرة غادي تتضيفو الخميرة مهم عينكم ميزانكم انتوما من وبعد تنجمعو هاد العجين هادا بالماء دافي تنضيف الماء شوي بشوي وانا تنجمع العجين العجين مخصوش يكون قاسح ومخصوش يكون جاري تاني هالبنات يكون بين وبين تنعطو هدليكم مزيان ضروري ندلكو هاد العجين هالبنات راتيجا رطب زعما ما تعد بكم مش تتمشي معاكم ومتلسقش في ليد السهل والاهم بانو ينفعكم ان شاء الله لشهر رمضان غادي نعطيكم بي بزاف نتع الاقتراحات وممكن تحتفظو بالاقتراحات اللي غادي نعطيكم بي ممكن تحتفظو بيهم في المجميد من يتبغوهم جي بدوهم تتخنوهم ما تيوقع لهم موالو صافي المهم منين دلكت العجين نتاعي تنقسمو على ثلاثة نتوع الكورات تنحاول نصيب هدوك الكورات نتوعي المهم يكونو هاكم تسوين اللي عندكم الميزان عبروهم ما عندكم شرعين يكون ميزانكم من البنات تنديروهم في شي اعنيا المهم شي بانيو او اللي شي انا درتوهم في الكسرية اغطيتوهم بلاستيكا باش ما يقرشنش اللي هي العجين من الفوق وتنغطيوهم بواحد سري بيتا ترمع لهم واحد سري بيتا تكون غليضة باش تساعدوهم باش يخمرو إلا كالجو بارد را غادي تشعلو الفران وغادي تخلوهم لها البنات غادي تخليو الفران تسخن سافي تنطفوه وتندخلو العجين تاعنا باش يسهل علينا باش يخمر المهم خليت العجين يخمر غادي ندوز الاول حشوع غادي نجيب مقيلة تندير فيها بصيلة مش للدرقيقة جوج دريسة تنتوع التومة صغار محكوكين زيت الزيتون مخلطة مع الزيت النباتية تنشحر كل شي مع بعض زيات وحتتي ينزل وتنضيف جوج انتوع خيزيات او لجزارات محكوكين جوج تلقرعات محكوكين بالحكاكة الغليضة تنضيف الملحة بنسبة الملحة تتبقى على حسب طوق البنات المهم تنحول هذيك الخضران تتياو نجيبها حتى تتشحر بنسبة الخضران من الافضل قطوها البنات باش تغييتها بطمعكم وتشحر لكم من بعد تنضيف التوابل البزار وتنضيف سكينجيبير بالنسبة للبزار وسكينجيبير راتي يبقى على حسب الطوق من بعد تنضيف هي اما البنطات التون انا انا عندي الحوت بيض كنشط عليها من الواحد الحوتة اللي بنات درته في الفران وبقى عليها الحوت بيض المهم خديته درته في المجميد وباش عمرت وتنضيف معي القاولة جوجت معي تسلسط السوجة هذي الحشوة اللولة نخليها جانبا في نفس المقلة تندير بصلة تندير جوجت دريسات تتومة محكوكين زيت زيت وزيت النباتية تنشحر ديك البصيلة تنضيف عليها جوجت سدورة ولا سدور ونصها كنتع جاج مقطع رقيق تنخليها البنات هكذا نجيبو مع ديك البصيلة تنضيف الملحة على حسب الطوق من طبيعة الحال على حسب الطوق نتاعكم تنضيف التوابي الملحة والبزار وسكنجيبير فقط البنات وتنضيف وتنجيب داك تدير جاج حتى تطيب من بعد ما تطيب تنضيف ليه ثلاثة نتوع الفرماجة مثل ثلاثين حتى الاربعة تنضيف واحد نصف كاس نتع الماء وتنضيف جوجت المعال قوكبار نتوعين نشا تنخلط كل شي حتى تنحصلوا على واحد الكريمة البنات صافيت يولي عندنا الخالة يتم حل شي كريمة تيجي معلك الصراحة وبنين تنخليه جانبا وتنضيف العجين العجين تلقاها خمر من طبيعة الحال باش ما خمر باش ما تيجي مزيان صافيت نخرج من نودك لهوا تناخد الجزء الاول من العجين وتنتلقوه بلمدلك المهم تنعطيه العرض للبنات كتر من الطول تنعطيه العرض كتر من الطول تنجيب تنخلي واحد شوية من ذاك العجين من الجنب وتنجيب هذه كل حشوة وتنحطها على شكل شاريط غادية مع العجين المهم يكون عامر كامله من بعد ذاك الطرف نتاع العجين تعيره كل شي موضح في الصورة وتنحاول نجمع تنطرق مزيان باش تتسدليه العجينة باش من اللويها متخرش للحشوة المهم تنسدام الجواني بهم الوسط تنسدام زيان وتنجيب موس او لجرارة وتنقطع اشريطة بالنسبة الاشريطة راتيبقى لكم ناختيري اما تدروا المعرض او لرقاق مين تنسى لي هذوك الاشريطة كاملين تنكمل العجين في التلوي تنكملو صفي و تنحاول نقدو البنات على شكل هذا على شكل حالة زوني تيجي الصراحة زوين تناخد يا اما الطاوة المهمة لتدخل الفران تندينا يا اما بزيس او لزبدة و تنحط هذا الحربون تنحاول نقدو على شكل حالة زوني تنخلي الفراغ واحد شوية حانت باقي غادي يدخل الفران و غايت نفخت سوف يتندهنو بالنسبة لهاد المالحة البنت تندير صفر البد مخلط مع السلسطة الصوجة و تندهل فطيران تاعي كاملة من الجوانيب من الوسط ملدو كل حواف اللي في الوسط باش تجي كاملة محمرة و يجلو نتاعها موحد سوف يتنكون شاعل الفران سخون و تندخلها الطب من تحتها باش نشعلها تتحمر من الفق بالنسبة الفرن القاس تنمهل العافية من ينتين دخلها تنقص العافية واحد شوية و ما تتحرقش ليه تندوزل العاجين الثاني بنفس الطريقة تنطلقو على شكل مستطيل تنعطيه العرض كتر من الطول و تنجيب الكريم باتيسير بالنسبة الكريم باتيسير معروفة كتا تصيبها لمنها تنص ترون تاع الحليب واحد لكيس نتاع الفاني و جوش تلمعلق حتى لثلاثان تاع البودرة الكريم باتيسير الجاهزة تنحرقو مزيان حتى تتعقد تنخليوا تبرد من الافضل صيبوها للاقبل انانية ما صيبتاش للاقبل بقاتل يسايحة من الافضل صيبوها فاد الفطيرة للاقبل باش تجمع راسا سوف تنحط هذيك الكريم باتيسير بحل الحشوة اللي درناه مالحة تنسد عليها مزيان باش متحلش ليه في الفران تنحاون نضغط عليها باش متحلش و تنجير شرائط من الجناب و تنجمع على شكل حلازون تيجي على هذي شكل هذي الصراحة تيجي المنظرة نتاعهم مزوين تيجي العجن قطني خفيف وخما فيش مو كوينات بزاف البنت ولكن تيجي ناجح تنتمنكم تجربو تعتمدوا في المملاحات نتاعكم بالنسبة لها دي تندينها بصفر لبيض و شوية متاع الفاني و تندخلها حتي الفران اللي سخون من قبل بالنسبة لفران اللي قاز تيكون سخون مزيان تندخلها تنخليها على عفية متوسطة تططيب من تحت عد باش تنشعل لها العفية من الفوق تكون تكون منقوصة باش ما تتحرقش لينا و تنخليها تططيب وتاخد حقاف تياب بالنسبة لشكل الثالث تناخد المون متاع الكابكيك تندينو بالزبدة مزيان و تنجيب العجين تنجيب واحد الجزء من العجين واحد الكويرة صغيرة و تنضيف لها هذيك الحشوان تاعت الخضار و الحوت كيف مما قلت لكم هنا ما عندكمش الحوت غادي تيرو الطون سوف تنجيب مع ذيك الكويرة نتاعي تنحاول نزول هذك الفائد نتاع العجين و تنحط الكويرات في المون متاع الكابكيك صراحة تيجيو زوينين تياخدوش كنتاع المول و تيجيو عامرين بالحشوة من الوسطى البنات حاولوا تكترو الحشوة و تقللوا العجين باش يجيوكم بنان و يجيكم داك العجين غير شوية سوف تندهنهم حتى هما بصفر البيض و صلصة الصوجة بالنسبة للمالحين صفر البيض و صلصة الصوجة سوف تندخلهم الفرن بالنسبة لفرن الغاز تاوما نفس الطياب بحالهم بحال الفترة الحلوة و المالحة الخرى هذي ندازل تزين بالنسبة للتزين هنا يا دراكني الوقت ما ورتوش لكم البنات و لكن عادي نشرح لكم بالنسبة لفترة الحلوة تندهنها اما بالنبج او اللبكو في تر المشماش بالنسبة لبنات اللي تيبيعهم من الافضل النابج و تندير لها شوية كوكو كونكاسم حمر هذي داوت زين تاعه بالنسبة لكب كيك تنزينه بشوية الفرماج شوية المعدنس و شوية الفلفل حمرة وبنسبة لهادي المالحة بالتجاج تنزينها بشوية الفرماج شوية المعدنس الزين تيبقى لحسب الاختيارات تاعكم البنات بدعو فانتو ما كيف مما بايتو بالنسبة لهادو كجوج فطائر الكبار 8 تاعهم و 30 دراهم حتى 35 دراهم على حسب الموضون البنات بالنسبة لهاد كب كيك صغير فال8 تاعه هو 4 دراهم اتمينا اللي يزوينين ومنسيبين بالنسبة للبنات اللي يبغيوا يخدمو على ريوسهم و يصيبو جليلي بالعيدة الليش الله البنات بصحة ورحة و ما تنسوش تدعموني بلايك و ببارتاج الفيديو